شاهدونا كاري في كل مكان أهلا مرحبا بكم من جديد فقرة تريند يمكن أسلفت قبل الفاصل أنه نحن حنتكلم عن أمصال اللي هو ضد كورونا أو فيروس كورونا يمكن في الفترة الأخيرة فيروس كورونا أشغل ناس كثيرة جدا وناس كثيرة بيقت اللي هو ما بين أنه هل في لقاح ممكن نحن نحمي نفسنا من فيروس كورونا بهالشكل جذري ونهائي أو لا يمكن نقاشات كثيرة وناس كثيرة بتتسأل هل إذا أنا كنت مرضعة أو إذا كنت أنا حامل ممكن برضو أخذ اللقاح أو لا بالإضافة برضو للناس كبار السن والناس صغار السن يمكن أسئلة كثيرة جدا ونقاشات كثيرة جدا والدراسات أثبتت اللي هو جودة هذا اللقاح اللي يوصل مؤخرا أو حديثا الحديث أكثر حول هذا الموضوع أكيد بس عادر أنه يكون دكتوري من داخل الاستوديو دكتور محسن النعمة حديثا حول أمصال التطيم ضد كورونا مساء الخير عليك مساء النور عليكم كيف حوالك يمكن قادرين اسمع إشاعات كثيرة شديدة وناس بتقول لك لا أنا أنا خايفة من مسلا صايد افكت بتاع اللي هو اللقاح ضد كورونا وكده فما بقوم آخذه ردك على الموضوع ده طيب في البدل أشكر لك وشكر لقناة سودانية ومتفورة على الصداقة موضوع الأثار الجانبية أي حاجة أنت تقيسة يعني مقياسة في أنك أنت أثارك الجانبية يوجد بالك بناء على اللقاح لما أنت تطعمه أو إنك أنت ما طعمتها هي الحاجة تتقارينه بين المقارنتين الآثار الجانبية أغلب الآثار الجانبية أول حالة 50 في مئة من الناس ما بيتجون أصلاً أثار جانبية يعني في ناس ما بيتجون أثار جانبية من اللقاح ما كل الناس لازم تجنون دعاء خاصة ولك نعم؟ أي ما لازم ينب في البيانات الموجودة وحتى الي هم بيتجيهن أثار جانبية متحملة بالبندول وكده بتروح بتختفي الحمى وشوية صداع وكل ما تأخذها يوم ليومين لكن لما تقارنها بينك لو ما أخذت اللقاح فشان كده أنت لما تقيس الحاجة دي الأفضل أنك تريد الطاعم طبعا اللوهوة الطاعم تحصل لك اللوهوة جانبية بسيطة تقدر تدارك وممكن تكون محظوظ ما تحصل لك حاجة إن شاء الله إن شاء الله نحكى السودانين بإذن الله محظوظين يمكن برضو نحن في السودان قصة اللوهو أخذ اللقاحات بكت شوية ما منتشرة زي باقي الدول يمكن كانت في دول كثيرة جدا في قوانين إذا أنت دار تسافر إذا أنت دار تطلع من البيت في تفاصيل كثيرة بتجبرك إنك تتأخذ اللقاحة والمصر لكن في السودان عكس كده يمكن ناس كثيرة شوية ما مركزة مع فكرة اللوهو أخذ اللقاحات السبب شنو السبب أنه يعني نحن الفترة لكنا نقرب حاجة ممكن نلاحظ لا الكلام ده إنه أيام كان اللقاح أول ما جلقا عندنا في سودان شهر ثلاث الفات اللي هو بدت إنه الإعلانات إنه ناس الطعام إنه ناس طعام الإقبال كان نفسه على التطعيم كان ضعيف جدا يعني حتى نحن نخفن إنه اللقاح مدة تنتهي وما في زوية الطعام الفترة أول ما أعلن الدول إنه الدخول لها لابد إنه تكون مطاعم يعني حاصل على جرعة من اللقاح أو جرعتين الإقبال ذات ما هو بالمنطب إنه يعني أنت قاعد في حتة ما في حاجة بتلزمك وحاجة يديدة بخش كل الحتات بمشأ أي مكان لو أنا ما دار سافر ممكن ما في حاجة تخلينيه فالقانون هو في حد ذاته بيخليك إدعى ما كنك أنت تطعم حتى أنت ما دارت طعام يعني زي ما أنت بتبرد دول برة إنه أنت في حتات ما بتخشها في المولاد في الأسواء في الحتات دي كلها إلا تكون مطاعم فأنا حطر الطعام الطعام أما هي ما ما اضطرين إحنا وما حصلت الإقبال على التطعيم ده إلا لما بعض الدول الجوار ألزمت إنه الناس لما انتهي خاشة لها إنه تطعم الحالة الثانية الوعي نحن برضو الوعي وشائعات اللي بتجعل اللقاح نفسه والخطط الكونية والمؤامرات والكلام اللي بتطلع ذا كله بيأثر في إنه ممكن إقبال الناس على التطعيم بيبقى ضعيف جدا نعم يمكن برضو واحدة من الأسباب اللي كان خلت ناس كثيرة ما تمشي تفحص اللي هو غلاء الأسعار ويمكن برضو الوضع الاقتصادي الآن الحاصل شوية صعب ناس كثيرة أو أسر كثيرة ما بتقدر إنها تمشي تكشف إذا هي مصابة بفيروس كورونا أو لا بتكتفي إنه هي مسلا بس تشخص نفسها في المنزل وتشوف الأعراض بالمقابل برضو فكرة أخذ اللقاح ممكن يكون أنا ما عرف اللي هو السعر بتاع عامل كيف لأنه صراحة لسه أنا ما ما جاتني الفرصة وتحت لي فرصة إنه أنا أمشي أخذ اللقاح فأنا ما عرف الأسعار كيف هل ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الناس إنما تأخذ اللقاح طيب أنا بس قبلي مع جابة سأكبرك كذا لحاجة معي التطعيم في حد ذاته مجاني ما فيه تسجيل ما فيه إنك أنت تأخذ دور أو كذا بتفتح المراكز لما تبدأ الحملات بتمشي تطعم التطعيم كله مجاني بتستلم كرتك بيطلع شهادتك ده كل الإجراءات دي كلها مجانية إجراءات الفحص في البداية أول ما بدت الوزارة كان أتيامة تيما نوبائية كلها تتصل على الرقام ٢٢١ من داخل ولاية الخرطوم وتسعين تسعين من خارج ولاية الخرطوم بتصلك الأتيام بتاعة العزل المنزل دي وبتيت تفحص ليك مجان تابعي للوزارة لكن بس برضو تخوف الناس كان من التيم ذاته يجيك في الحلة والوصمة بتاعت إنه فلان عنده كورونا وفلان ما عنده كورونا قللت إنه لكن الفحص تستفاد منه ناس كمية طيب يمكن في فروقات جوهرية بتكون بين لقاح وآخر وفي الدول الجوار يمكن اللقاحات لها مسميات كثيرة جدا الآن نحنا في صدد إنه حنفتح باب للقاحات بإذن الله جديد واحدة من اللقاحات اللي هو لقاح جونسون جونسون عن جونسون طيب نتكلم عنه طيب لقاح جونسون عن جونسون هو طبعا جونسون عن جونسون دي أغلب الناس شركة بيعرفوها عندها شركة صغيرة أنا معلومة دي ضافة لي واحد من زولائي إنها اسمها جونسون جونسون دي طلعت لقاح هو لقاح أمريكي نحنا الإشكال اللي يحصل في الناس إنه اللقاح السابق كان اللقاح بريطاني اللي هو كسفورد أسترازينيكا اللي هو بيتطعيم له ستة شور الفاتد دي كلها أسه عندنا اللقاح أمريكي فيه ميزة إنه هو جرعة واحدة طيب ما زي أسترازينيكا جرعتين ونسبة الحماية منه بعد اللقاح عالية جدا وضحة كويسة طيب بالنسبة للناس اللي أخذت جرعة اللي هو في التطييم الفات اللي هو البريطاني أيها إسترازينيكا طيب بيضطروا مثلا إنهم يأخذوا جرعة تانية من جونسون أو اللي يتابعوا نفس الجرعة الأولى أو نفس اللقاح الأول طيب أنت كمواطن موجودة الآن في السودان عندك واحدة من يعني تكون واحدة من حالتين الحالة الأولى أنك أنت طعمتها قبل كده بجرعة أولى بأسترازينيكا طيب طيب أنت لو طعمتها بجرعة أولى أسترازينيكا تنتظر أسترازينيكا اللي هو ستصل بكرة وتطعم تفتح الباب بالي أسترازينيكا وتطعم جرعتك التانية لو أنت ما طعمتها قبل كده خالص لأي سبب وكنت ما في فتحوا لجونسون تطعم جرعة واحدة من جونسون وكده بتكون أتميت الجرعة لأنك تكون زول محصن طيب الفريق بين اللي هو أسترازينيكا اللي هو الجرعة الأولى والتانية كم؟ الفريق أيها الفريق ده هو يعني الأساسي كان أنه مفروض يكون إنذا لو خدت الجرعة الليلة بعد 6 أسابيع ممكن تأخذ الجرعة التانية طيب حاليا البحوث يعني الآن في ناس أخذوا جرعة أولى شهر 5 أو شهر 4 يعني لحد 3 شهور أنت ممكن تأخذ الجرعة التانية طيب مع أنه في دراسات شوية بتقول أنك أنت ممكن لحد 6 شهور ممكن تأخذ لكن المنظمة لحد الآن جديد والبحوث شوية ما طلعت لحد الآن طيب لكن المعلومة الأكيد أنه اللقاحات الآن حاليا داخل السودان مجانية أيها اللقاحات هي الآن داخل السودان مجانية نحن لحد الآن في السودان عندنا ثلاثة نواع من اللقاح اللي هو أكسفورد أسترازينيكا واللي هو أغلب الناس أخذت منها الجرعة الأولى في 6 شهور الفاتر دي هو الجرعة التانية كل الناس تمتها الجرعة الثانية وفي ناس آخر الأيام أخذوا جرعة أولى ومنتظرين جرعتهم الثانية دي هو أكسفورد أسترازينيكا اللقاح الثاني اللي هو لقاح السينوفارما الصيني واللي هو بدأ التطعيم به فقط في ولاية البحر الأحمر أيام الجاية حال كانت في البحر الأحمر في برسودان اللقاح الثالث اللي هو حيبدأ أحد جاي إن شاء الله اللي هو اللقاح جونسون آن جونسون وهو بيحتاج جرعة واحدة جرعة واحدة دي ميستو من الاتنين دي بيحتاج جرعتين جرعتين الصيني وصفورد أستنى بس ده الفريق لكن ما في أي فروقات تانية وفروقات ما سمت تكون جوهرية إنه ده أفضل إنه ده بيحميك أكتر إنه كده لأنه دائما تخوف الناس اللي هو حول المصل إذا هو فعال جودة فايسة أو لا تمام التلاتة لقاحات دي يعني اللقاحين السرازينيكا وجونسون هي لقاحات مصنعة ولقاح سينوفارم حسب معلماتنا إنه هو لقاح مضعف يعني نص مضعف التلاتة كلهم أجيزوا وكلهم فعاليتهم مناسبة تتفاوض بس في ده 80 في ده 75 في ده كده لكن التلاتة الأساس مفيدين وفعالين وكلهم أصبتوا نتائج مبهرة حتى في الدراسات الطلعت فما منهم خوف يعني إن شاء الله طيب تمت الجدولة لي أخذ اللقاحات اللي هو تم ترتيب بين المدن والولايات وكذا أو لسه ما عملتوا الحاجة الجدولة بتاعت الولايات أنت قلت لي ما عملته والحالة أنت بالوزارة صحة بس هم وزارة صحة بتعلن وأنا كنت تعلن عنها من خلالها بصفتي بالطبيب نعم وزارة الصحة علنت إنه أميس استلمت ستة ولايات استلمت حصتها من لقاح جونسون عن جونسون وحيبدأ تطعيم فيها الأحد حيبدأ تطعيم في ستة ولايات منها الخرطوم أسترزينيكا حسب نظرة صحة بكرة وحيبدأ يصل لكل المراكز هم لحد الآن ما أعلنوا عن المراكز نفسها يعني مركز فلان مركز فلان ما أعلنت عنها لكن حتعلن عنها وحيبدأ تطعيم بها الحال أنا بقولها دائما في الحيثة دي إنه أنت قدر ما تطعام تبدري أحسن لك وفرصك أحسن يعني دائما الناس نحن دائما الحالة بتكون زي علوقة الشدة آخر بيمشي بس التطعيم بك في البتان يوم تلاتين نحن يوم تسعة وعشرين كلنا بنمشي نمشي فالأحسن أنك تمشي من بدايات الحملة ما معروف الحملة تستمر من كم صحيح طيب نشوف برضو اللي هو الجانب بتاع الحالات الخاصة إذا كانت النساء تحديدا حوامل أو مرضعات بالإضافة برضو لأصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن طيب بورتوكول السودان بيقول للحوامل عموما أنهم ما بينصح أنهم يطعموا مستثمي فئة معينة اللي هي الفئة العاملين العاملات في المجال الصحي الحوامل العاملات في المجال الصحي مفروض يطعموا أما خلاف ذلك ينتظروا لحد بعد الحمل حتى يطعموا المرضعات ما في مشكلة يطعموا كلهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أساس الفئة المستهدفة لأنهم أكثر عرضة للأمراض ومناعاتهم أقل الأطفال أقل من 18 سنة ما مسمح لهم باللقاح بالتطعيم طيب برضو واحدة من الأشياء المهمة اللي هو أصحاب الأمراض المزمنة تحديداً في ناس كثيرة يعني أنا ما داري أقول لك اللي هو السكري وكذا الأمراض لا أنا أتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو ما بيقدروا مستعمل أنهم يرسدوا المراكز هل في برضو جدولة أو في ممكن نقول اهتمام خاص بالفئات الخاصة الفترة الفاتتة بتاع التطعيم أنا قابلت كم حالة هم حالات احتياجات خاصة يعني ما فيها ما في حاجة أسبت عليهم لكن أغلب المراكز أنت بتمشي أقرب مركز عندك ممكن تستازم من الطبيب الموجود ويطلع معك بيتين يطاعموا الشخص دوي الاحتياجات الخاصة ويجوا راجعين الناس يعني متعاونة في الموضوع تطعيم ما متعاونة شديد أنا يمكن دار أتكلم معك بشفافية والحاجة دلو هو بتأن بجائحة كورونا أول ما بدت فقط اللي هو للفحص البسيط دياني ما في أتيام متعاونة دي الحاجة اللي اشتكت مننا الناس كثيرة جداً سواء كان في المستشفيات أو في المراكز الصحية أو في ذاته اللي هو طلب إنك تجيب لك تيم علشان يخش البيت حتى تعب أول حاجة هتدفع قروش كثيرة شديد علشان تتحرك العربية تصل لك البيت الحاجة الثانية برضو عشان تلقى فضاء أو عشان تلقى زولي ردليك على الكول سنتر عشان برضو ياخد منك الحاجة الانت دائرة أو الطلب الانت دائرة عشان يحصل لك فأنا ما عرفة الإشكاليات ديت حلت ستحل فيما يخص لها اللقاحات ولا حتكون برضو نفس المشكلات أنا حسم أنا بسميه صراحة مماطلة عدم مسؤولية عدم اهتمام فإحنا الآن في وضع خطر جداً إذا إحنا بس ما رأينا الأشياء البسيطة دي حرف قد أرواح كثيرة شديدة طيب فإن كنت دكتورو بالدافع لا أنا هنا ما في صفة المدافعة طيب أنا كنت حاضر إنشاء الكول سنتر 221 بداية خارطون ده أول ما جاء فأول أيام الجايحة لما كانت الكورونا لسه حاجة زي وصمت عار وكده إحنا كنا نستقبل خمسة ألف مكالمة في اليوم يعني خلي المكالمات اللي هي ما منها فائدة اللي هو زول داريس ألا وكده لكن يعني ممكن تكون فيها كمية من البلاغات من الناس وظهرت صحة تياما ما بالقدر داك إنها تغطي الحوجة دي كلها أنا متفق معك كان فيه كمية من التأخير كان فيه كمية من إنه الناس قوائم الانتظار تتضرب الليلة يجوك بعض أربعة يوم حتى يشيلوا منك العينة حتى يتمكن العراب تكون اختفت منك يعني الحادي واقع ما في زول كان بينكره ما في حالة صلح شديد كده يعني عشان نكون ماضحين يعني الموضوع ما يصلح شديد لكن نحن بس ندعو الله إنه الموضي يعني المرة دي تكون الرؤية أحسن إن شاء الله تكون أحسن لكن برضو واحدة من الأشياء اللي هو مجانية اللقاح بتخلي الطماطل يزيد لأنه أنت في الدول الثانية أو الدول الجوار أنت بتبشي تدفع قروشك علشان أنت تطعم معزز مكرم لكن في النهاية أنت دفعت مبلغ علشان أنت تحصل على اللقاح بدون أي مشكلات أنا مختلف معك في النطلة المواطني البلاد نفسها بتطعم مجاني نحن الآن التطعيم جايين عن طريق دعم أصلاً يا إيميل بداية مدعوم يعني أصلاً في دول اشترت التطعيم ووزعته على باقي الدول اللي هي مبادرة الكوفاكس التجمع بتاع الدول فنحن إنك إنت التطعيم يكون مجاني دي نحن لو عملناه بقروش الناس هنا من كذاتها ما تجي أنت قصدك إنه القروش تتعامل عشان تبقى تحفيز للناس أو مش قصة تحفيز ترتيب أخذ الحق ما في الحادي يعني سيستم بتاع إدارة كامل لو ما كان يتغير محد لأنه في أولويات في ترتيبات وكده لكن أولويات لأشخاص أنا ما بتكلم عن أولي أولويات ترتيبات لأولويات بتاعة أشخاص أولويات لفئات معين أيها هما الآن هما الآن هما الآن مستهدفين كبار السن والمعلمين لأنه المدارس وكده والكوادر الصحية كله اللي مطعم في الموجه الأولى وبعد ذلك بطيب الأحوج فالأحوج فالأحوج نعم صحيح برض واحدة من الحاجات الحابين يتكلم عنها اللي هو بجانب اللقاح أو أخذ اللقاح اللي هو ممكن نقول الاحترازات أي زول دائرة يحمي نفسه من أنه هو يصاب بفيروس كورونا أو بأي مرض تعني بما أنك أنت دكتور دي ممكن تكون فرصة لكل الناس المتابعان من خلال 24 قرارات نعم في الفترة نحن حاليا يعني أهم حاجة إنك أنت لو عندك أمك أبوك في البيت كبار تطعيمهم دي أكتر حاجة حتى تفيدك في يقاية نفسك وتطعم أنت نفسك وتلبس كمامتك ومتطالع برا وتغسل يدينك الحادي المنصب البتاع ما وقف فيها يعني الحد الآن هي مستهدفة فعلتها لكن نحن بس زي اتجاوزنا العماكن الاجتماعات الكثيرة الطلعة ما تغسل يدينك لما انتجي كل الحياة اللي قيلت سابقا دي هي حتى الآن أساليب وقاية لو حسد واحدة مع العراط تتصل طوالي بـ 221 أو تتصل بـ 90-90 أو تتصل إنت زي ما لقيتها اتنين دير ردو لك تتصل بقرب طبيب بتعرفه ما تمشي المستشفيات يعني ما في زيارة للمستشفيات ما في حضور للمستشفيات في الآن ولدت الناس يمشوا لها في الآن عملية عملية الناس كلها تمشي له يعني أنت قدر ما حاولت أنه المستشفيات دي بفيها الأمراض وفيها الناس المناعتهم قليلة ونسبة أنك تتلقى المرض أكتر الأسواق الكثيرة ما أداعي يعني الناس تحاول لشان الفترة كلها تعدي لأن الاحترازات المجتمعية دي أحسن منها من يعني هو الوقاية دي خير وسيلة للعلاج صحيح. وتطعم. تطعم هاي هم مش تطعم يعني ولقاح كورونا ده ما يعني التطعيم ما بيجيب الكورونا يعني في ناس يقول لك أنا والله كنت قاعد في أمان الله ما كان عندنا أي حاجة مش هزول داك الطعم حصلت له كورونا لقاح كورونا ما بعمل دي مستحيلة مستحيلة ما ما بديك كورونا نهاية يعني لك كورونا عندك وخطة اللقاح وهي أصلا عندك دي بك برده ممكن يكون جانب نفسي أي ولا أنه الناس الناس هي طبعا مرات عدم تملك المعلومة بعدين الشائعة بتسري سريان النار في الهاشين يعني اللقاح كان استرزاني كده واحدة من الحياة الكات مضحكة إنه ياخد اللقاح ده ما بريطاني كان هندي مع إنه مصنع الأمصار الهندي ده ممكن نصف مليار ولا أكثر من مليار ونصف لقاح هو المصنعة في العالم مننا نشتغل أطفال والتتانوس والحسب والبياخدوها الناس في التطعيم دي مفزول قل لا المصنع ده هو مصنع بس لكن التركيبة والأساس هي تركيبة بريطانية يعني حتى بريطانية نفسها بتاخد لقاحاتها من المصنع في الهند لكن شوف الشائعة تسري عند الناس كيف إنهما ملاء جابوا لينا الهندي ما جابوا لينا يعني خلاص الموضوع كإنه كانوا منتج ممكن يكون بصلنا في حتى معناي طيب يمكن برضو من الحاجات الجميلة في في سودان اللي هو فكرة زي ما أنت ذكرتك قبل شوية الناس بيتحب تزور بعض والناس كده الواحد لما ياخد اللقاح بيقعد في البيت ولا بيطلع بيتحرك عادي يعني من أول ما أخذ الجرق طيب انت لما تاخد اللقاح نفسه انت فرطة مش ترتاح في البيت يعني عادي السؤال هنا إنه أنا بتين اللقاح ده بيكون لي مناعة بعد ثلاثة سابيع من أخذ اللقاح يعني بعد واحد عشرين يوم بعد ثلاثة سابيع أيوة بعد ثلاثة سابيع انت باخذ اللقاح جسمك خلاص بيكون كوى مناعة كاملة وبدأ انت بجد إنسان ممكن تكون تقدر تمارس جزء من حياتك حيث يعني ما الليل طعامتها معناها أنا بكرة خلاصتاني ما خايف من الكورونا هرمي الكمامة واطلع ومشي وعمل كده ويقول والله أنا طعامتها لا هو اللقاح بياخد واحد عشرين يوم حتى يكون مناعة تحميك من مرض الكورونا بعدين في خلط بين إنه أنا لو أخذت اللقاح ما بتجيني كورونا هو لا اللقاح انت ممكن تجي كورونا كيف هو اللقاح أيوة مش أن لو أخدته أنا لو أخدته هل بعد أخذت اللقاح حجيني كورونا ولا ما حجيني هو ما حجيني كورونا ولا ما حجيني السؤال إنك لسؤال لا لا حجيني ممكن تجي كورونا ما فيها مشكلة طب أخده ليه؟ آه تاخديه ليه السؤال الجميل إنك تتأخذ اللقاح بعد واحد عشرين يوم جسمك هيكون المناعة الكاملة تمام بتبقى انت إنسان عندك مناعة من اللقاح من المرض فيروس نعم لو جاتك كورونا ما حجيك زي باقي الناس يعني هتجي في النهاية أيوة احتمال تجي طبعا يعني هي واحدة من احتمالات الناس تجيك لكن حتى الآن مية في المية أنت ما حترقود عناية مكسفة لأنه جسمك مكون مناعة وقدر يتذكر زي أكثر من سبعين في المية أنه أنت ممكن تجيك الكورونا نفسها بأعراض زي الرشح والزكام طب هي ممكن تجيني زي الرشح والزكام وأنا بعد ذلك ما حقدر استوعى بسهية كورونا أو لا لكن أنا حكون مهددة لأشخاص ثانية صحيح؟ لو أنت مطاعمة ما بتكوني مهددة لأشخاص ثانية لكن لو أنت ما مطاعمة بتكوني مهددة لأشخاص ثانية يعني في كل الأحوال الواحد مبترض أنه يأخذ اللقاح اللقاح طيب مثلا هو واحد وثلاثة شو نذكر الناس المنشاهدين بعد يوم الأحدى الجايدة هيبدأ جونسون عن جونسون وأسترازنك هيصل خرطوم بكرة الجمعة لكن هيبدأ توزيعه الأسبوع الجاي طيب الناس برضو عشان برضو تتابع اللي هو الجدولة بتاعتها تطعيم اللقاحات صفحة وزارة الصحة التحادية بتعليم فيها طوالي طيب بشكل دوري اللي هو أي تفاصل ممكن نرجع لها؟ أي هم بيعلمون بشكل دوري هم والله يتحسنوا شديد صراحة يعني فترة الأخيرة دي هم تحسنوا شديد يعني كان ما في إعلان شهيد لكن في الفترة دي بيقولوا يتابعوا بشكل دوري طيب يمكن أن تتكرت معلومات مفيدة جداً اللي هو واحدة منا أو أنا شايف أنهم أهم فئة اللي هو كبار السن وأصحاب الأمراض بالإضافة اللي هو للنساء الحوامل والمرضعات ونت تتكرت أنه ما بيأثر مع المرضعات ولكن بيأثر على الحوامل أي هم خارج يعني خارج السودان الحوامل بيطعموا عادي يعني ناسي فايزر ده أخيراً أجيز للحوامل من البداية السعودية بيطعم من الحوامل عندنا هنا في السودان البرتوكول بتاع وزارة الصحة اللي هو ده بيتمشي به وأنت ما بيطعم الحوامل بيطعم الحوامل إنهم ينتظروا لحد نهاية وضع الحمل المرضعات ما فيها مشكلة لا بأثر عليهم لا على جنينهم بيطعموا زيهم زي باقي الناس على أطفال أقل من 8 سنة البرتوكول بتاع السودان ما بطائماً الله يحفظهم إن شاء الله اللهم أمين إن شاء الله إن شاء الله رب طيب اللي هو روشيطة صغيرة لكل الناس متابعنا من خلال 24 قراط الحال اللي دار أقول أنا مهمة جداً إنه إحنا قدرتنا قدرت نظامنا الصحي والقصة بتعطي إنهم نفتش مستشفيات يعني ما يخفى عليكم مستشفياتنا كيف ووضعنا الصحي كيف وكده أهم الحياة الأساسية إنك أنت تطعم وتعمل الاحترازات دي عشان ما تحتاج لل الله حول جزول لمستشفى إن شاء الله حول جزول لعلاج يفتش فيه والله حول جزول إنه مريض شائل ولا فيبعه إن شاء الله عشان الحياة دي كلها هم حقي إنك أنت تطعم وحرص إنه ناسك الكبار يطعم إن شاء الله بإذن الله شاكني لك جزيلاً دكتور محسن النعمة حديثاً حول مصالة الطيب ضد كورونا كنت ضيف معنا في فقرة ترنت من برنامج 4.20 قراط شكراً لك وشكراً لك قناة سودانية ومتفور على الصداف